السلام عليكم ورحبا بكم في قناة دي دوسوميبي هالنهار ان شاء الله سنتحدث على الموضوع اللي انا في الحقيقة جربته وهو الثوم ماذا يحدث عند اعطاء الانيبي الثوم انتم كما تشوفو هذا الانيب اللي كنتم ادريكم في الفيديو السابق راها كانت عندهم تقريبا من جس سيمانات مني وريتهم منكم دابرة عندهم الشهر دابراني فطمتهم على الام ديالهم ولكن خليتهم مقابل مقابل مع الام ديالهم انتم كتشوفوا الام ديالهم راهات المائية كتشوف فيهم وما دخلوا مار الكريتين باش يدفوا فيها في الليل دابرة الموضوع ديالنا هو الثوم الثومي لمشي تتعطيت الانيب اسمه يؤثر عليهم هما كيفاش طريقة دياله واندي نور لكم طريقة دياله وانا هو مقديروه في الماء وتخليو داك التوم حتى يتطرطق بالراس يعني كيتنفق وكيتطرطق كيفاش اسمه هو التأثير ديالهم على الانيب انه مضاد دحاوي مئة بالمئة كونوا متأكدين ان قاعنا الناس اللي كيستعملوا الادوية يعني المعاوية وكيستعملوا الادوية ديال الدموية يعني ليبرا راه التوم السيدة ربيع عطيهن خلقنا هده 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 النبات هده اننا يعني ما غاديش ندمجوه همشينا تحصى عطينا الانيب ديالهم كيفاش طريقة هده نبرا اذنى انيجربتها هاكا يكون عبارة عن فصوص هاكا كتشدوا واحد كتكشروا هاكا بلا بدون ما تكشروه قاع غي غي تفس هاكا قاع لا بغيتوا تفلحوا فلحوا لكن توم ما غيب هالطريقة هاكا انتون ما كتشوفو تشيو الشرابة ديالهم صافي وتحطو لهم واحد جوش فصوص هاكا ويتخليهم. وما رأى منين يشربوا منو. يكونوا متأكدين ان هاد هاد الطريقة مضاد حيوي مئة بالمئة لالتنفس للجهاز التنفسي ديالهم. لالكل الالاني بالناس اللي كي مرضو لهم في الضيقة للكي مرضو لهم بالجهاز التنفسي ديالهم. مخاطي ديالهم. يعني كيبقى دك الجهاز البلغم ديالهم. كيبقى بحال الانسان تاوما كيتأثروا كيواللي عندهم دوك العطيس كيواللي عندهم الرواح كيواللي عندهم وتاب النسبة للجهاز ديال يعني الكرش ديالهم يعني المعدة والمرارة كل شي را بكونوا متأكدين اني لعطيتهم الثوم را مضاد حيوي مئة بالمئة وهذه يراها كنقول لكم مجربة يعني الناس ديال بكريه هم اللي كانوا كيديروا هالحويج هادو ما كانوش كيعرفوا اسمه وده وقع ما كانوش يعرفوا اسمه هي ليبرة وكانو كيكبروا لهم القناين وكي يستفدوا منهم وإحنا يا هاد الجو اللي ولنا فيه الجو حقيقة كل شي لاحظوا معي كل شي الناس اللي مرضوا حال الامراض نقولوا الضيقة كين حساسية كين اه اسمه سو الإنسان ولا اه يعني الاول هكي يمرضوا اما الناس اللي كانو بكريه لم يكنوا عايشين طبيعيه ما كانوش و كيديروا المواد الكيميائية ما كانوش كيديروا الدويات كانوا عايشين صحاح اه انا حاولت نسوول الناس ال ليكبري يعني دكم الناس اللي يكبارينא�ه في السن كيفاش كانو كيدروا الطرق ووحد المرأة كبيرة هي اللي قتلي هالطريقة قتلي ان الثوم راه موضاد حيوية مسكينة مع عرفش سموية موضاد حيوية ولا مع عرفش عش دك شي كان كيدير فيهم ولكن منين يعني سولت وبحثت في الانترنت لقيت انه الثوم لابد ما يكون عند القناين لانهم كيقول لي عندهم مناعة مناعة مئة بالمئة كنوا متأكدين ان انا جربتها حاولت اني انبعد على حسب الدوايات وهذه حاولت نجرب هالطريقة وجربتها لواحد الخلفة والحمد لله كانوا مزيانين يعني ما مرضوش والامور دازت هي هذه اذا اذا اعجبكم فيديو اه ساندونا وتكليو على زر جام اه ومرحبا بالتعاليق طيبة ديالكم والى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله اشتركوا في القناة